يسعد اوقاتكم وكيفكم بنات شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير اول شي حابيرحب بكل الصبايا يلي اشتركت بقناتي من جديد وقللون اهلا وسهلا فيكن بتشرفوني وبتنوروني واذا كنتوا لهلا ما اشتركتوا بقناتي بتمنى منكن انكن تشتركوا بالقناة من خلال الضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر وما تنسوا تفعلوا زر الجرس على الكل ليوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله واهلا وسهلا فيكن من جديد اليوم بنات الفيديو كله اكل باكل بلشت معاكن انهاري يوم عطلة مع عيلتي بفطور هذا الفطوري بيشهي ما شاء الله وكان الحمدلله رب العالمين كله خير وبركة من الله صحن لبني شوية مردد اللبنات وبيض مسلوق انا ولادي كتير بيحبوا البيض المسلوق على الصبح هلا انا بالنسبة للي صراحة بحب المقلي المسلوق وبما انه يوم عطلة وقاعدين بالبيت وهذا بنات الصغير صحن جبنة نعمة هيك جبنة نعمة بتجي مثل الاريشة مو لبنة وشوية خضرة بنات وشوية تيتون وشوية مسبحة كله خير وبركة بنات والحمدلله رب العالمين وهي كاسة شاي هيك يا بنات مخمرة هيك على الصبح بتصحصح الواحد اليوم بنات بدي شارك معكن طبختي لليوم هاي كان يوم عطلة وكنا كليعتنا قاعدين بالبيت وجوزي بالبيت وبنوتي كمان بالبيت الله يخلي لكون ولادكون واحبابكن يا رب اليوم بدي اعمل معكم بنات بدي يساوي صينية بطاطا بالفروج هلا ما بعرفة كل يعني انا بالنسبة للي بشوف كل العالم بيحبوها لها الأكلة هيك بلاحظ وهي سبحان الله أكل كثير طيبة وحساوي يعني الفروج بنات انا بساوي صينية البطاطا اكتر شي بساوي بالاجنحة بجناح عرفتوا كيف يعني بجناح الجاج ما بحط لاكستا ولا بحط دبابيس ما بعرف انا بتعودة ساوي بالجناحات انتو بنات شو بتساوي صينية البطاطا بالفروج بتحطوا قطع فروج هلا بعرف في عالم بيحطوا قطع شيش مع صينية البطاطا انا بصراحة ولا مرة جربت اني حط قطع شيش يعني ولا مرة ما بعرف حسا هيك غريبة هلا ممكن كستا دايقتا مثلا اما انا بالنسبة للي بالبيت ما بساويها غير بجناح الجاج ما بعرف حسا هيك بتطلع مأمرة وتطلع طيبة كتير هلا كله يعني كله طيب عرفتوا حسب واحد ممتعود هلا ممكن جرب انا مثلا كستا بس بحس الكستا بتكون كبيرة بتطلع ناشفة شوي ولا ما بعرف يعني انا ماني مجربتها صراحة ما مجربتها غير بالجناح بس بالشيش ما بتصور حالي اني جربها ابدا اذا كنتو انتو بتزوا بالشيش بنات خبروني بالتعليقات وبالكومنتات قلولوا انو عم تطلع طيبة شاء انا اتحمس وجربها عرفتوا كيف هلا هون بنات متل مشعيفين بطعت كلكمية البطاطا وهي البهارات اللي بضيفة على البطاطا كزبرة سبع بهارات او بهارات مشكلة وببركة حلوة حلوة او حدي وسط صراحة ما كترت منها متل ما شفتوا ما بدي اياها تطلع حدي عرفتوا كيف بنات ومعلقة ما علقوا شوي ملح بتبلي بيهم البطاطات بحركون منيح بتبليهم منيح منيح هلا اون هون كنت حطت البطاطا بهاد الصحن بنات ما سع اني معادرت اتحكم اني اللبون حطيتهم بصينية اللي بدي دخلها عالفرن هاي الصينية الفرن رجعت قطيتهم عالصينية الفرن بخلطهن وبخلطهن عرفتوا كيف بنات Treasure بيحطون بهاد الصحن الي شفتو بجان بدي صف بسينية البطاطا بالفروس بنات هلا بتشوفو بدي حط بالارضية بصال عال شويات بندورة اذا انتو كنتو بنات بتساووا هاي الاكلة بغير طريقة جربوها بها الطريقة صدقوني راح تعجبكن هلا انا بالنسبة لبهار البطاطا ما ببهارها غير بهادول البهارات هلا كل واحد بيحبي يحط البهارات اللي بيحبها انت بتحبي تضيفي شوية ماجي بهارات ماجي بهارات تانية اضيفي انا بالنسبة لالي انا هالبهارات كثيرة تطلع طيبة وانتو جربوها هي صينية البطاطا بنات برا كثير بتعطيها طعمي بتجنن هرفتو كيف هلا انا هون ما بحطوهم اخر شي بطفية بالتوم هلا في عالم بتحطوهم انا لأ اخر شي بحط بكدة التوم هلا فرجوكم كيف هرفتو كيف بنات هلا انا هون كمان عندي متل مو شايفين عندي بصلتين عندي بندورتين عندي هاي فليفلي فليفلي كلياتون بقطوهم وبحطوهم بصفل الصينية مشا يعني بصفل الصينية بمدون هيكي بعدين بحط عليه هون البطاطات هلا متل مو شايفين انا بحاول اني فرفد البصل بقطوها هيك جوانح جوانح بنات صدقوني بتطلع الطعمي رهيبة سبحان الله الاكلة يعني ازواء وكل واحد بطبخ ممكن نفس الاكلة ممكن بالعيلة الوحدة بتلاقي مثلا انا غير اختي اختي غير انا عرفتو كيف بنات يعني كل واحد هو النفسه وكل واحد هو البهارات اللي بيحطه بس كمان والله يعني جربوها بها الطريقة زيب انتو بتساوي صينية البطاطا بالفروج بغيها طريقة جربوها بها الطريقة ما بتندمو كتيب تطلع طيبة البنات الفليفلة الخضرة هي بفليفلة خضرة حلوة ما نحدة عرفتو كيف هلأ متل ما شفتو هيك بمضة الصينية كلياتا بالبصل والفليفلة الخضرة والبندورة ما في داعي ابدا ان يبهرون لان هو كلهم هلأ يعني تتبيلت البطاطا بنات تتبيلت الفروج عرفتو كيف كلها بتنزل عليهم يعني ما في داعي كمان نسع حطوا لهم ابهارات هلأ برجع هيك انا بصف البطاطات كلياتهم متل ما عم تشوفوا بصفهم كلياتهم هيك صفين ثلاثة هلأ انا بنات هون الجوانح كنت متبلتهم قبل بليلة حقلكم بنات شو حطيت لتتبيلت الجوانح تقريبا كيلو شوي جوانح طبعا هلأ اوشي حبلش كون هيك بالسوائل عرفتو كيف معلقة دبس بندورة بنات حطيت تقريبا ثلاث معالق لبان حطيت معلقة خل اللهم اصلي على سيدنا محمد ثلاث معالق خل حطيت معلقة كتشاب البهار بنات حطيت ملح حطيت بهارات الدجان اللهم اصلي على سيدنا محمد وحطيت معلقة كزبرة اه كزبرة نعمة بنات عرفتو وحطيت توم كم توم وحطيت شوية توم وبرجع بالاخير كمان بضيف توم وليمون بنات عرفتو شي عرفتو كيف بنات بس كمان لش جوانح حطيت له شوية توم بالتتبيلة توم مدقوق تطلع كتير طيبة هلأ هون الجوانح طلع شوي بيضة بنات اه من اللبن انا كتير بحب اللبن على تتبيلة الجوانح بتطرية وبتعطية نكهة كلها كلها يعني بنات بتجنن بتطلع بتجنن عرفتو هلأ انا ما حطيت دبسي فليفلي هلأ اه انا كنت حطى بتتبيلة الشيش يلي ما شاف فيديو المشاوية بنات يروح يشوفو كانت تتبيلة مايلي على حمار كنت مكترت له اه اللهم اصلي على سيدنا محمد دبسي فليفلي اما هلأ هون ما حطيت ابدا دبسي فليفلي مشان بنتي لانه شفتو جوانح هيك كبيرة بتطلع يعني ما بديها تطلع حدي هنيكة صراحة شوية تحت حديت هلأ بحطولون هون شي ثلاث معالق زيتو بس ما في داعي بنات تحطولو ولا اترت موي والله ولا اترت موي هو الجاج بنات بيطلع موي عرفتو كيف وهلأ انا اخر شي فرجيكن كمية الليمون اللي حطيتها فقط ما استعملت غيرها هلأ هون صلاطة بنات وبعملكون هاي الحركة السحرية مشان ما خليكن تملوا بنات انا عم كدت الصلاطة شوية خاص على شوية فجل على شوية ثلاث بصلات خضر ما حطيت غيرهم صراحة انا بالعادة بحط بصلي صغيرة عرفتو هلأ انا عندي بصل اخضر حطيت دول البصلات الخضر وبندرتين وشوية نعنع وشوية بقدونس وفجل انا كثيرا بحب الفجل بنات على صلاطة ما براف يعطي طعامي طيبة وباصر عليها ليمونتين وعلى معلقة ملح على معلقة اللهم الصليع سيدة محمد على معلقة نعنع بنات وبخلطوا الصلاطة بتابعني بيعرف ام عموري كثير بتحب الصلاطة وكثير بتنصح انكم بنات تاكلوا الصلاطة الصلاطة كثير مليحة هلأ هون بنات انا ما بينا معي بالتصوير صراحة انا مصورته بس ما بعرفه انا راح بالمونتاج بحط له طبعا معلقتين زيت زيتون يعني عرفتو كيف انا اكيد انتو بتعرفوه بس لانو ما طلعوا هون على التصوير عرفتو كيف بنات الصلاطة بناتي كثير كثير مليحة يعني مع الاكل المهم طبقنا السلطة هلا هون بناتها يعصرت 3 ليمونات وتقريبا مع نص راس توم قبل ما يستوي بشوي بطلعون وبكتن بكتن على البطاطات يعني ما بحب انا يجو على فوق على الجناحات بحب الجناحات تضلناش فيه ما بحب ترجع تطرع يعني بعد ما استويت ارجع انا بلا بالليمون وطرية لا بكتن بحاول كتن بس يعني يجو عند البطاطات شوفوا لي هالمنظر الرهيب بسم الله ما شاء الله الفراريش بنات طلعت بتجنن البطاطا طعمت التوم والليمون يعني دايبة دوابان على شوية صلاطة بنات وصحن لبان ومثل مو شايفين بنات في صحن متبل كمان جوزي جاعة بالو متبل اللي حطينا صحن متبل وصراحة طبخت تقريبا كاسة رز مشان ابني وبنتي مشان ياكلوا يعني شفتوا هاي الاكلة نحنا بناكلها بالخبزة هلا أنا وجوزي مشان الظغار بتلاقي الرز احسن يعني بتحطولهم شوية البطاطا بتفطلهم شوية اللحمة مع الرز لقيتوا اصبط وان شاء الله الف صحة وهنا وعافية على قلبي وعلى قلبكن وهون بنات للسهرة بعد تعب والاكل هون تبلش السهرة بهالاكلات الطيبة مين بيعرف بنات هدول الابائي بقد كنا صغار انا كتير كنت حبهم كتير كنت اكلهم شوية بوشار وهي هيك مقرمشات للسهرة مع كاسة متغير شكل ولهم بنات بيخلص فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكن اذا عجبكن لا تنسوا تحطولي لايك وتشتركوا بالقناة بنات وتكتبولي تعليق حلو كاترولي التعليقات بنات من تحت ايديكن الحلوين مشان اعرف انكم عم بتشوفوني مشان اعرف ان الفيديوهات عم تعجبكن شان انا اتشجع ونزل هلا بحبقلكون سلامات